بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلنت إيران عما وصفته بأنه أول صاروخ فرط صوت إيران الصنع سرعته القصوى أسرع من 13 إلى 15 مرة من الصوت فهل فتاح قادر فعلا على ضرب الكيان الصهيوني؟ كان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وقائد الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حج زادة والمرشد الأعلى علي خامنئي قد حضروا يوم الثلاثاء السادس من يونيو حزيران 2023 حفلا للكشف عن صاروخ فتاح الباليستي الجديد متوسط المدى والذي تقول طهران أن بإمكانه إصابة أهداف على بعد 870 ميلا أي 1400 كيلو تقريبا وهو ما يكفي لضرب أهداف داخل إسرائيل انطلاقا من غرب إيران وتناول تقرير لمجلة أمريكية متخصصة في الشؤون العسكرية مواصفات الصاروخ الإيراني وقدراته والمشاكل التي تواجه طهران في جعل الصاروخ فرط صوتي حقيقة وليس مجرد إعلان دعائي كم سرعة الصاروخ الإيراني فتاح؟ تم الإعلان عن الصاروخ الأسود ذي الرأس المدبب باعتباره أول صاروخ فرط صوتي إيراني تقول طهران إنه يتمتع بسرعة قصوى تعادل 13 إلى 15 ضعف سرعة الصوت أو نحو 3 أميال في الثانية أي 4.8 كيلو متر في الثانية تقريبا وفيما بدى كما لو أنها محاولة لإزالة أي شك بشأن الهدف من السلاح تتباهى لوحة إعلانات متعددة الطوابق أقيمت في وسط طهران بأن السلاح الجديد سيكون قادرا على ضرب إسرائيل في غضون 400 ثانية أي 7.6 دقائق من إطلاقه كان حج زادة قد أعلن أن صاروخا فرط صوتي قيد التطوير لأول مرة في نوفمبر 22 عام 2022 خلال فاعلية لإحياء ذكرى وفاة محسن فخرزادة الملقب بأبي البرنامج النووي الإيراني في عملية اغتيال نفذتها إسرائيل وفقا للحكومة الإيرانية وبعض المصادر الغربية ومن المفترض أن اسم الصاروخ فتاح كان من اختيار الرئيس رئيسي نفسه ولا ينبغي الخلط بينه وبين العديد من الصواريخ الإيرانية التي تحمل اسم فتاح مثل صاروخ فاتح 313 الأقصر مدى يقال إن فتاح يستخدم صاروخا يعمل بالوقود الصلب عكس الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل ما يعني أنه يمكن تحميله مسبقا وإبقاؤه في وضع الاستعداد للإطلاق خلال وقت قصير ويعني أيضا أن الصاروخ يحتمل أن يكون أكثر حركية لأنه لا يحتاج إلى تزويده بالوقود قبل الإطلاق وهو ما قد يساعد قدرته على النجاح من الضربات وتظهر الصور أن الصاروخ يملك مجموعتين من أربعة أجنحة للمناورة ويستخدم معززا صاروخيا كرويا مشابها للصاروخ أرش 24 الذي تستخدمه مركبات إطلاق الأقمار الصناعية الإيرانية هل يمكن لصاروخ إيران أن يضرب الكيان الصهيوني؟ قال حج زادة في خطابه أن الصاروخ لا يمكن تدميره بأي صاروخ آخر بسبب الطريقة التي يتحرك بها في اتجاهات مختلفة وعلى ارتفاعات مختلفة وبحسب تقرير الموقع الأمريكي فإنه من الملائم دائما أخذ الادعاءات التكنولوجية الإيرانية ببعض الشك لأن البلاد أقامت في مناسبات عديدة نماذج بالأحجام الطبيعية لمقاتلات شبحية وقدمتها مباشرة للجمهور باعتبارها طائرة حقيقية تطير وتكمل ذلك بصور معدلة للمقاتلات وهي تحلق لكن المؤكد هو أن إيران حققت تقدما يمكن التحقق منه في تطوير مجموعة من الصواريخ الباليستية التي تمثل مزيجا من صواريخ أسرع وأطول مدى وأكثر دقة من سابقاتها استخدمت تلك الصواريخ الجديدة في هجمات ضد تنظيم الدولة داعش والقوات الإسرائيلية والكردية والأمريكية إلى جانب بعض سابقاتها مثل صواريخ عماد وقدرة 110 وخرم شهر وقاسم سليماني الباليستي متوسط المدى وهي الصواريخ التي تعادل أو تتفوق على الصاروخ فتاح في المدى لكن لديها سلبياتها الخاصة يشرف الحرس الثوري الإيراني على القوة الصاروخية الإيرانية وبالتالي تلعب تلك القوة دورا استراتيجيا مهما في استخدام البلاد للقوة العسكرية التقليدية كما أنها تدعم ضمنيا قدرة إيران على استخدام أي سلاح نووي قد تطوره في نهاية المطاف ويمثل هذا التطور مصدر قلق خاص لإسرائيل عدوة إيران وأكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني قدرة فتاح على استخدام رؤوس حربية مختلفة لمهمات مختلفة وهي من شبه المؤكد إشارة غير مباشرة إلى الدور المزدوج التقليدي النووي على الرغم من ادعاءات إيران أن البلوتونيوم الذي وصل إلى درج الاستخدام العسكري والذي تخصبه لمستويات أعلى وأعلى لا يهدف إلى الحصول على سلاح نووي والآن ومع تباهي إيران بأن فتاح صاروخ فرط صوتي فإنها تنضم إلى مجال لإنتاج أسلحة عصرية بدأته روسيا والصين لكن في الوقت نفسه كثيرا ما يستخدم مصطلح فرط صوتي بصورة خادعة للإشارة إلى تكنولوجيا أكثر تقدما مما هو موجود حقا يشير مصطلح فرط صوتي بحكم التعريف إلى صاروخ طائرة يحلق بسرعة تضاهي أو تزيد على خمسة أضعاف سرعة الصوت أو ميل في الثانية 1.6 كم في الثانية تقريبا وهذا بكل تأكيد سريع لكن الصواريخ الباليستية تعزز نفسها بسرعات تفوق سرعة الصوت منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي مع ذلك يشير الاستخدام الحديث لمصطلح السلاح الفرط صوتي إلى الأسلحة التي يمكنها الاستمرار في التحليق والمناورة بسرعات تفوق سرعة الصوت وتتمثل إحدى وسائل تحقيق هذا في وجود صاروخ باليستي يطلق ما يسمى مركبة انزلاقية تفوق سرعة الصوت إلى الغلاف الجوي الخارجي وهي مركبة يمكنها حينئذ القفز فوق الغلاف الجوي مباشرة والارتداد مرارا وتكرارا عن جزئيات الهواء الكثيفة أدنى وتتمثل الوسيلة الأخرى في تطوير صاروخ كروز بمحرك نفاث يعتمد على الهواء المحيط لحرق الوقود ويمكنه الحفاظ على سرعات تفوق سرعة الصوت داخل الغلاف الجوي الأمر المهم في هذه الأسلحة ليس سرعتها القصوى بل تنبع جاذبيتها من حفاظها على سرعتها ومسارها الأكثر انبساطا وبالتالي الأكثر شبحيا والقدرة على المناورة وتجنب الدخول في مجال نصف قطر الاشتباك الأمثل للدفاعات الجوية كل ذلك يعقد مهمة إصابتها بالصواريخ الاعتراضية هل يمكن إسقاط الصاروخ الإيراني؟ ادعى المسؤولون الإيرانيون أن صاروخ فتاح الجديد لا يمكن إيقافه بواسطة الدفاعات الجوية الموجودة حاليا بل يشيرون إلى أنه يمكن استخدامه لاستهداف وتدمير مثل هذه الصواريخ الدفاعية كي تمهد الطريق أمام الصواريخ التالية الأقل تقدما مفهوم لا يمكن إيقافه ليس أكيد بالمعنى الحرفي وإن كان هذا السلاح سيشكل تحديا لأنظمة الاعتراض فصاروخ كنجال الروسي فرط الصوتي كان يوصف بأنه لا يمكن إيقافه وحين بدأت روسيا إلقاء تلك الصواريخ على أوكرانيا 2022 بدأ أن تلك السمعة مستحقة لكن الدفاعات الجوية الأوكرانية التي تعود إلى الثمانينيات خلال الحكمة السوفيتية كانت عاجزة عن وقف صواريخ كنجال ولكن مع دعم أمريكا لأوكرانيا بصواريخ باتريوت استطعت أن توقف هذا النوع مع الصواريخ مع ذلك يبدو أن الصاروخ فتاح ينذر بتهديد صاروخي أكثر تطورا على المستوى الإقليمي من جانب إيران وسيتطلب دفاعات جوية متكاملة إقليميا بدرجة أفضل من ذي قبل ولم تكن القوات الأمريكية في العراق محمية بأي دفاعات جوية من طراز باتريوت لإسقاط الصواريخ الباليستية الإيرانية الأقل تطورا التي استهدفت قاعدتين أمريكيتين في يناير كنون الثاني 2020 ولو أن القوات تلقت تحذيرا مبكرا بما يكفل الإختباء في الملاجئ ومنع وقوع وفيات في الهجوم ويمكن أن يقل وقت التحذير ذاك بصورة أكبر بكثير مستقبلا إذا ما كان الصاروخ فتاح بالسرعة التي تذكرها إيران حاليا في الختام متابعين الأعزاء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة